حياكم الله أصدقاء وياكم أناس لا تنسى الصلاة على النبي جابيكم أخبار حلوة بخصوص يوسف نصراوي لعب بايرم يونخ أتمنى تخلونا لايك الفيديو وتشاركونا الفيديو وتفعلونا جرس تابعوا إياه لاعب وكابتن نادي بايرم يونخ الألماني ومنتخب ناشين ألمانيا يوسف نصراوي وافق على تمثيل العراق أجمل خبر لهذا اليوم لجنة المغتربين تقول لاعب نادي بايرم يونخ الألماني ذو الوصول العراقية يوسف نصراوي وافق على تمثيل المنتخبات العراقية يوسف وعائلته وافقوا على تمثيلهم العراق يوسف نصراوي موهب وهو لاعب نادي بايرم يونخ الألماني من أفضل أنديا بعد ريال مدريد في أوروبا الأمر الذي جعل النادي البافاري يضعه في حساباته المستقبلية تقريبا هذا الموسم سجل 15 هدف وصنع أكثر من 6 أهداف وهو يلعب مع ناشئين ألمانيا مثل يوسف الأمين من شاني لعب منتخب شباب ألمانيا ويوسف مثل العراق والآن يوسف نصراوي إن شاء الله سيمثل العراق بقاعدنا نوح درويش إن شاء الله يوافق على تمثيل العراق نوح درويش لاعب نادي برشلونة وإضا أخذ كأسه مواربة للناشئين مع منتخب شباب ألمانيا إذا وافق على تمثيل العراق رح يصير الشغلة لوز أما رح يطلعون عندنا المحلحلين يقولون وين شايف هذا اللاعب طبعا موجود الأنترنية وتقدرون تدخلون على اليوتيوب وتقدرون تدخلون على حسابه بالإنستجرام موهبة خالصة لديه أهداف جميلة مع بايرا ميونيخ وإيضا لديه هدف جميل من ضربه حره يلعب خلف المهاجم يمتاز بالسرعة والمهارة والمراؤقة كيف تعلقون على هذا الخبر؟ شباب هذه صورة حسابه بالإنستجرام تابعوا وخلوا لتعليقات إيجابية وعلم العراق أحمد الفلوج هو رئيس لجنة اللاعب المقتربين أقنع الكثير من مواهب المهجر بتمثيل منتخب الوطني العراقي وأنجز أوراقهم الثبوتية ومن أبرزهم الآن يوسف نصرا ولاعب بايرميونيخ الألمانيا ومنتظر ماجد وبوتان أمين واريان الأمين يعمل بصامة خلف الكواليس جندي في خدمة الوطن لا يخرج للإعلام ويقول فعدت كذا من أجل العراق يعني نادرا ما أشوف إلى لقاء كم تقيمونه من عشرة؟ طبعا ليس هو فقط وحده هؤلاء هم الثلاثي الذين يساهمون بتطوير المنتخبات العراقية جميعا ناشين وشباب وولنبي والوطني كل التوفيق لهم في عملهم وصول أمير العمار إلى جاقارتا للالتحاق بتدريبات منتخبنا الوطني العراقي مدرب منتخب أندونس يقول ما حدث اليوم لوفد منتخب العراق أمر مؤسف شاهدنا كيف قاموا باستقبالنا في أفضل ملاعبهم وهيأوا لنا أفضل إقامة بالمقابل قمنا نحن بتجاهلهم ووفرنا لهم ملعب للتدريبات لا يستطيع حتى أطفالنا اللعب عليه إنه لا أمر يدعو للحزن الظاهر الشغل مبيدهم العدد يواصل دورينا العراقي كتابة الأرقام القياسية أكثر من ثلاث مدرب قادروا فرقهم بين إقالة واستقالة أي بمعدل مدرب بنص للفريق الواحد شوق نخلص من هذه السالفة بحيث يضعون شرط أن المدرب يدرب فريق واحد طول الموسم بحسب المصادر تطورات كبيرة نادية بسويشتان وعليل حمادي مدرب الفريق ماكينا يرفض عروض عن دية ماشيستانيونات ذو تشيلسي ويقرر البقاء معهم مقابل مبلغ مالي كبير المدرب يتواصل بشكل مستمر مع علي الحمادي وطلب منه الموعد الدقيق لعودته وعلي أخبره أسبوع وسيبدأ التأهيل المدرب أكد حرصه على تواجد علي معه بمعسكر النمسا الذي سوف ينطلق بعد 16 يوم يوم أمس منتخب شباب العراق فاز بثلاثية على منتخب شباب عمان في مباراة ودية أبعاً برحة أريان الأمين وبوتان أمين ما نزلوا بالمباراة برغم من أن أريان الأمين جاي من ألمانيا وبوتان أمين جاي من إنجلترا لكن بحسب المصادر يقولون التخوف هو من منعهم من الاشتراك في المباراة كانت جانب عراق متخوفاً من إشراكهم كون أوراقهم لم تكتمل بشكل رسمي وأننا دخلنا في أيام الفيفة كانت نصيحة إدارية من شخص بعدم إشراكهم خوفاً من عقوبة للتوضيح كانت في النية إشراكهم من قبل المدرب لكن نصيحة قانونية هي التي جعلت المدرب لا يشركهم النصيحة القانونية جدت من شخص يعمل بالاتحاد وهنا نقدر نقول إن الشخص المعني كان متخوف أكثر من لازم وقد يكون اجتهد بهذه النصيحة ماذا تفسرون أنتم هذه الحالة؟ مع العلم أن مدرب الفريق البارحة قام بتبديلات عشرة لاعبين كلهم دخلوا في آن واحد عودت علي فائز وكا رمضان لتدريبات الطلبة بعد استقالة المدرب أحمى الصلاح وتسمية المدرب قحطان شثيرة موسيقى